موسيقى الله رب العالمين الحمد لله ذي الملك والملكوت ذي العزة والجبروت الحمد لله حي قيوم لا ينام عزيز لا يضام قهار لا يرام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد يقول الباري سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أسأل الله العظيم الكريم أرحم الراحمين أن يمكن الإيمان في قلوبنا ويثبتنا على الصراط المستقيم وألا يميتنا إلا على ملة الإسلام أما بعد يقول رب العزة سبحانه وتعالى في سورة الحديد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ففي هذه الكريمة يبين الله سبحانه وتعالى أن البينات التي أرسل الله سبحانه وتعالى به بها رسوله متضمنة في الكتاب ثم بين قال وأنزلنا معهم الكتاب والميزان أنزلنا معهم الكتاب والميزان ثم في هذه الآية كما ترون أفرد الميزان عن الكتاب وكأن الميزان أنزل في شيء أو في موت منفرد عن الكتاب فقال وأنزل الكتاب والميزان ولكن حقيقة إن الميزان متضمن أو متضمن في كتاب الله سبحانه وتعالى وهذا يأتي من باب عطفي الخاص على العام فالله سبحانه وتعالى قال وأنزل الكتاب والميزان ففي الكتاب الميزان والميزان هو ميزان العدل ميزان الاستقرار ميزان الاعتدال والتوازن وميزان ذلك كله فعندما يقول الله سبحانه وتعالى وأنزل معهم الكتاب والميزان ثم قال الميزان ليبين الأمر الذي سيأتي ليقوم الناس بالقصد فلا تعليلية ليقوم أي إنما كان إنزال الكتاب والميزان ليقوم ولم تكون للتعليل أي ليقوم الناس بالقصد وكيف يقوم الناس بالقصد إن لم يكن لهم الميزان فالله سبحانه وتعالى أفرد ذكر الميزان كخصوصية لكتاب الله سبحانه وتعالى حتى يقوم الناس بالقصد وكما ذكرنا الميزان هو ما تعرفونه من آلة حقيقية لا أيها آلة الميزان التي لها كفتان ولكن في العربية يأخذ استعارة للعدل استعارة للاستقرار استعارة للتوازن استعارة لكل ما فيه خير والوسطية الله سبحانه وتعالى قال وكذلك جعلناكم أمة وسطة والوسطية هي الاعتدال والعدل فأمة الاعتدال والعدل والوسطية إنما هي أمة الاستقرار الاستقرار في مناخها الاستقرار في فكرها الاستقرار في هدايتها والاستقرار هذا منة من عند الله سبحانه وتعالى التي لا تكون موجودة إلا في كتاب الله سبحانه وتعالى وأنزل الكتاب والميزان ثم إذا أردنا أن نتصور هذا العدل والاعتدال والاستقرار والتوازن الذي نراه في الكون فالله سبحانه وتعالى ترى هذا كل التوازن في الكون إنما هو سبحانه الله قائم على الميزان والميزان عندما نذكر الميزان الميزان يأتي سبحانه الله ليقدر القيم يقدر القيم في النفس يقدر القيم أي في الأشخاص يقدر القيم في الأحداث يقدر القيم في الأشياء والله سبحانه وتعالى زرع هذا الميزان ليكون في فطرة الإنسان ويكون في منهج الله فتوافق الفطرة مع المنهج هو الذي يقام به الميزان ليقوم الناس بالقصة وإذا أقاموا الناس في القصة أقام الله سبحانه وتعالى بهم العدالة وأرخى عليهم سبحانه وتعالى وأزدى عليهم نعمه ورحمته فهنا نرى أن رحمة الله مناطة أو سببها يكون الميزان فالمؤمن حينما يتفكر في هذه الآيات الكريمات يعلم أن إقامة الميزان هي إقامة العدل وإقامة العدل هي إقامة الرخاء والسعادة في هذا الأرض فإن أراد الإنسان الإصلاح في هذه الأرض إن أراد أن يغير فعليه بإقامة الميزان ثم أتصور إذا تصورنا كيفية الميزان أو هذا الميزان كحقيقة حقيقة الميزان الحقيقة الملموسة للميزان ففيه كفتان الميزان له كفتان فالكفتان هذه تعطينا تصور على معنى المعنوي أو المعنى الروحي لهذا الميزان ألا وهو العدل فالمعنى الأول الدقة والمعنى الثاني الرقة الدقة لأنه لا يكون توازن بين الكفتين إلا إذا اعتدل أو تساوى الموزنان الذي الذين وضعتهما على الميزان ثم الدقة أي أن الريح أو أي شيء سبحان الله يخل بذلك الميزان يخل بذلك الميزان فالإنسان إذا نظر في الميزان إن أخلى أو أراد أن سبحان الله أن يطفف أن يعدل في الميزان فقد طفف في الميزان فأصبح ظالما فإقامة الميزان إخواني هي إقامة العدل في الكون وإقامة الميزان تبدأ بإقامة الميزان في أنفسنا تبدأ بإقامة الميزان في أنفسنا لأن الله سبحانه وتعالى قال لا يغير الله ما بقوم حتى يغير ما بأنفسكم وهكذا نفقه دقة قول عمر رضي الله عنه حينما قال زنوا أنفسكم قبل أن تزنوا أي إقامة الميزان هي إقامة الميزان أصلا في النفس أولا إقامة الميزان في النفس أولا فنقول وبالله المستعان كيف يكون ذلك كيف الإنسان يقيم الميزان في نفسه حتى تقام العدالة في الأرض يقيم الميزان في نفسه حتى تقام العدالة في الأرض وقلنا قد قلنا ذكرنا علاقة الرحمة بالميزان وأذكر لكم دليلا من كتاب الله سبحانه وتعالى الذي فيه العلاقة بين الرحمة والميزان ألا وهي آيات الله سبحانه وتعالى التي ذكرها رب العزة سبحانه وتعالى في مطلع سورة الرحمن فيقول رب العزة الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان فذكر الرحمن به سبحان الله تتشرب القلوب الرحمة وبه تملأ القلوب بالروحه وذكر الرحمن ذكر قول واسم الله سبحانه وتعالى الذي ينغم ويسود في جانب هذا الكون فتحس حينما تقول الرحمن فكأن ميزان الكون كله برحمة الله سبحانه وتعالى ولا أقول كأنه تمثيلاً وبل هو حقيقة مثال حقيقة أن هذا الميزان إنما هو برحمة الله سبحانه وتعالى ورحمة الله سبحانه وتعالى تجلت على عباده أن علم لهم القرآن فأعظم منة في هذا الكون أن علم الإنسان القرآن وخلقه فيأتي التعليم قبل الخلق لمزية الله على الإنسان أنه ما خلقه إلا ما بعد رسم له طريق الهداية والمنة العظيمة أن أنزل إليه عليه القرآن وهذا القرآن الذي يتضمن فيه الميزان فقال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان أي هذا الإنسان الذي كان النطفة أصبح يجادل وينطق ويبين ويكتب ويفقه سبحانه ويبتكر ويبدع إلى آخره من هذا البيان وذلك بالقرآن فإن علمه الله البيان فله مؤهلات الفهم ومؤهلات الفهم بها يستطيع أن يفقه ما في كتاب الله ليقوم بهذا القرآن أو يقوم بالميزان ثم الله سبحانه وتعالى بعد ذلك بعد ما بين منته علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان قال النجم الشمس والقمر بحسبان فهنا تأتي إلى مظهرين مظهر الدهر مظهر الوقت مظهر الزمان ثم المظهر الثاني قال والشمس والنجم والسجر يسجدان وهو مظهر العبودية لله سبحانه وتعالى فالإنسان في هذا الكون سبحان الله مقيد بما فيه وما هو فيه من زمان والعصر إن الإنسان لفي خسر وكل هذا الكون سائر إلى الله بعبوديته والنجم والشجر يسجدان ثم قال والسماء رفعها وهنا التوازن وهنا الاستقرار وهنا الرخاء في هذا الميزان قال والسماء رفعها ووضع الميزان ووضع الميزان الإنسان الذي بيده إقامة هذا الميزان وبيده إقامة هذا الميزان كتكليف في الأرض لذلك حين الله عرض هذه الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنا وأشفقنا منها لأن في هذا الميزان إقامة هذا الكون كله فإذا أردنا أن نعبر على تلك الكفتين كمثالا واستعارة فنجد أن ميزان الكون ميزان الكون إنما لا يعتدل أو لا يكون معتدلا متوازنا إلا بالعمل الصالح ولذلك أناط رب العزة سبحانه وتعالى أن يكون خير هذا الكون في العمل الصالح أي أن الله سبحانه وتعالى جعل رخاء هذا الكون بالعمل الصالح الذي ينشئه لإنسان من نفسه فالرحمن قال والسماء رفعها ووضع الميزان فالرحمة سبحان الله تكون سائدة وتتفعل في حياة الناس إذا وجد الميزان فإذا اختل الميزان ساد الظلم وراحت الرحمة لأن من صد عن سبيل الله إنما يصد عن رحمة الله سبحانه وتعالى فموضوع عظيم وموضوع شاسع وشائك فالإنسان المؤمن حينما يتدبر في كتاب الله فيتساءل كيف أخيم هذا الميزان لأن الله سبحانه وتعالى قال إن هذه الأرض سيرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبوري من بعد الزبوري وكتبنا في الزبوري من بعد الزبوري أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين أي أن الله سبحانه وتعالى قال لك إن الميزان هذا سيقام وإقامة الميزان يكون سبحان الله بأن تورث هذه الأرض من عباد الله الصالحين ولكنك أنت اليوم أنت اليوم إن كان لك شأن وهمة في وراثة الأرض بعباد الله الصالحين فعليك أن تكون من العابدين حتى يكون لك ذلك بلاغا لتبدأ اليوم في إنشاء تلك الوراثة أو أسباب تلك الوراثة وفي إنشاء أسباب تلك الوراثة أن تكون عابدا لله سبحانه وتعالى فنقول الميزان له عدة محاور المحور الأول علاقتك بين الله ميزان علاقتك مع نفسك ميزان علاقتك مع البشر ميزان علاقتك مع الكون ومحيطك الذي أنت فيه ولكن لنكتفي اليوم لنذكر الميزان بينك وبين الله وبين نفسك وإن كان متضمن الميزان في كتاب الله فلنعرض أنفسنا على كتاب الله لنرى أين نحن أكفتنا مع كتاب الله متوازية أكفتنا مع كتاب الله عادلة أو كفتنا مع كتاب الله مختلة وإن أذكر ثلاثة محاور فقط تعلم بها ميزانك لأن الإنسان يصلي ويصوم ولكنه ميزانه مختل مع الله سبحانه وتعالى لأن كتاب الله ومضمون كتاب الله لم ينفذ إلى نفسه ليقيم على نفسه هذا الميزان ففي ثلاثة مواضيع أو محاور نتساءل أنفسنا مع أنفسنا أو نسأل أنفسنا الميزان مع عاطفتك وحبك الميزان مع أمنك واستقرارك الميزان مع أمنك واستقرارك الميزان مع حبك أو عواطفك الميزان مع همتك وهمك فالأول تقول إن كان لك أي مشكل في حياتك فالميزان أتفر إلى الله سبحانه وتعالى أو تفر إلى غير الله سبحانه وتعالى ليعينك فإن كان في نفسك في قرار نفسك أن راحتك تجدها في أمنك راحة الأمن أن تجد سبحان الله الاستقرار السكينة في القلب لا تجدها إلا إذا تذكرت شخصا أخا أنه سيعينك في هذه المشكلة فإن ميزانك مختل مع الله سبحانه وتعالى لماذا؟ لأن الإنسان إن كان له مشكل فلا يتكل على الله فالله سبحانه وتعالى قل وعلى الله توكلوا وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولكن الإنسان في قرارة نفسه لا يجد رغد الراحة إلا إذا كان له مال في جيبه أو مال في حسابه أو شخص يعينه فهذا نقول أليس هذا أليس هذا نوعا من الخيانة مع الله سبحانه وتعالى ألم يقل رب العزة سبحانه وتعالى يا الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم ليست الخيانة التي نعلمها ولكن هذا نوع من الخيانة قال واعلموا أن أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم وأن الله عنده أجر عظيم فالإنسان الأمن والراحة إذا كانت قيامها علاقتك مع الله فميزانك معتدل مع الله وإن كان قيامها ودعائمها من غير الله فميزاننا مختل من عند الله فلا نستطيع إذن أن نصلح غيرنا أو نصلح ما حولنا مدام ميزاننا مختلا كما قال رب العزة سبحانه وتعالى الثاني كما قلنا الأمن ما هي راحتك أين تجد راحتك الله سبحانه وتعالى يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فالأمن والراحة ورغد العيش وقرة العين إنما في ذكر الله فالإنساء أتى إلى الصلاة متثاقلا ثم إذا خرج منها ليركذ إلى ما يريحه ما يجد فيه راحة فإن ميزاننا مختل من مع الله ألم يقول رب العزة الذين آمنوا وتطمئن قلوب بذكر الله فلتتساءل لماذا لا يطمئن قلبي بذكر الله فأنا إذا وزنت نفسي مع كتاب الله وجدت ميزانا مختلا وأنا أصوم وأنا أصلي وأنا أذكر الله ولكن كيف هذا الذكر لا يكون له فعالية في نفسي أن يعطيني تلك الراحة والموضوع الثاني أو الثالث هي الفرحة ما هو الذي يحرك فرحتك ما هو الذي يبعث السرور في نفسك أربح التجارة أم النجاح في الدراسة أم ذكرك لله أم علاقتك مع الله لأن الله سبحانه وتعالى في هذا الميزان يقول لنا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون فإن لم تكن فرحتنا بفضل الله ورحمته بالإيمان والقرآن والإسلام واتباع خير الأنام فنحن ميزاننا مختل فميزاننا مختل ثم أختموا هذه المواضيع بموضوع الحب الحب أي ما تهواه النفس لأن الله سبحانه وتعالى ذكر من دعائم هذا الإيمان ركائز هذا الإيمان أو أصلا من شروط الإيمان حب الله وحب رسوله والجهاد في سبيله لأنه قال قل إن كان أباؤكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وأموالكم وعشيرتكم وأموالكم قالوا وأموال اخترفتموها وتجارة ترضون تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا ولذلك حين الله يمتن ويذكر المؤمنين ويباهي بهم يقول والذين آمنوا أشد حبا لله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله يحبون المال كحب الله يحبون الدنيا كحب الله لم ينكر الله سبحانه وتعالى أن لهم حب له ولكن يقول والله والذين آمنوا أشد حبا لله أشد حبا لله فلذلك إخواني إذا تدبر العبد في كتاب الله يكون صريحا مع نفسه صادقا مع نفسه إن لم تكن الصلاة والصيام والزكاة وذكر الله هي التي تغير في أنفسنا إن كان لنا حقا هما إذا نظرنا ما يجري في بلداننا إذا نظرنا ما يقع على إخواننا صلى الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنهم الغمة إذا نظرنا نقول ألا تريد أن تغير فالتغير سبحان الله يكون بهذا الميزان لأن الله سبحانه وتعالى قال لك والسماء رفع ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان فنحن نعير كل الناس بالطغيان في الميزان ونحن لم نقم الميزان في أنفسنا لم نقم الميزان في أنفسنا ثم الله سبحانه وتعالى يجعل لك هذا الميزان هو المعيار والصورة الحقيقية التي ستلقاها يوم القيامة في ميزان يوم القيامة ونضع الموازين القصط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتين بها وكفى بنا حاسبين موازين ليس بميزان واحد ميزان للأعمال ميزان للأقوال ميزان للأشخاص كما قال في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي الدرداء قال ما يوضع من شيء على الميزان هو أثقل من حسن الخلق أثقل من حسن الخلق أي عملك يوزن وفي حديث أبي هريرة قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الذكر الذي يشرح القلب فهو ثقيل عند الله فهذا هو الميزان إذا فعل فيك الذكر وكان قيام فرحتك فيكون ثقيلا في الميزان ليست كلمتان يتمكب بها اللسان ليس لها أي فعالية في الكنان ثم يظن أن الله سبحانه وتعالى سيجازيه به ما بين السماء والأرض ليس هذا كيف سبحان الله ندعي ذلك ولم يفعل فينا الذكر ما أراده الله سبحانه وتعالى مننا أن يكون مستوتن أو سبحان الله دعيمة الإطمأنان في القلب ثم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر أن الأشخاص توزن قال في حديث أبو هريرة قال ليؤتى بالرجل العظيم السميني يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوذة قال اقرأوا إن شئتم يوم الله سبحانه وتعالى قال لا يقيم لهم وزنه وعبد الله بن مسعود حين تسلق تلك الشجرة وكانت الريح تكفأ سقيه وسقيه كانت دقيقتين فضحك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فقال لهم النبي مما تضحكون أمن دقة شاقيه قال والذي نفس بيده لساقيه أثقل عند الله من جبل أحد أخي يأتي يوم القيامة ويدك ستوزن وقلبك سيوزن ورجلاك سيكون في الميزان لسانك يكون في الميزان عملك يكون في الميزان قولك يكون في الميزان فليس لنا خيار حقيقة أن نشكك أو نغفل عن هذا إن لم نقم الميزان إن لم تكن لنا هم على أن نغير بفضل أن تكون سبحان الله إقامة العدل في الأرض هو هدفنا وكما جعله ربنا سبحانه وتعالى شرطا في إيماننا ولكن للا حتى سبحان الله الإنسان لا يكون غافل لأنك ستوزن يوم القيامة وكلك ستوزن قولك وعملك ولسانك وجوارحك وكلك ستوزن فإن لم تقم الميزان اليوم فالميزان يكون ضدنا والعياذ بالله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وأن يعيننا على إقامة الميزان في أنفسنا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا الغفور الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يرويه أبا هريرة أو يرويه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال إن الله سبحانه وتعالى يخلص رجلا من أمة يوم القيامة على رؤوس الخلائق أي يخرجه قال فيضع له يوضع له تسعة وتسعين سجلا يوضع له تسعة وتسعين جزل قال هو سبحان الله وتفتح تلك السجل كلها على مد البصر فيقول رب الإزة سبحانه وتعالى وهذا العبد ممتثلا أمام ربه أظلمتك كتابتي قال يقول لا أتنكر من هذا شيئا يقول لا يقول لا ثم الله سبحانه وتعالى في الحديث الصحيح يخرج بطاقة فيقول ما هذه يا رب يقول إنه لا يظلم عندي شيئا قال ولا تظلم نفس شيئا وفي البطاقة مكتوب أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فيقول ائتي بوزنك فيقول وما تفعل هذه البطاقة فيقول رب العزة لا تظلم نفس شيئا وتوضع هذه البطاقة في كفة والسجلات في كفة فتطيش كل السجلات بعظمة اسم الله سبحانه وتعالى ثم يختم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول لا يثقل مع اسم الله شيئا فنقول إخواننا ما هي علاقتنا مع اسم الله لعل الإنسان يفرط يكون من المفرطين يكون من المذنبين ما هي علاقتك الحقيقية مع الله ما هو سرك مع الله ما هو اتصالك بالله سبحانه وتعالى واتصالك بالله يبدأ بكتاب الله لأن الله سبحانه وتعالى حينما قال ونضع الموازين القصة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين انظروا ما قال رب العزة سبحانه وتعالى بعد ذلك ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى الفرقان أي كيف تمشي سبحان الله على الحق أعطاك الله كتابا ليفرق لك بين الحق والباطل ليكون لك ميزانا وضياءا ليكون لك نورا حتى لا تختل ولا تسقط فتكون مستعد معتدلا لك القرار الكامل ثابتا في مشيتك وفي طريقك إلى الله سبحانه وتعالى وذكرا أن يذكرك ويريحك ويبعث فيك الروح قال وضياءا قال الفرقان وضياءا وذكرا للمتخين فإن أردت سبحان الله أن تفعل الميزان في نفسك أن تكون من المتخين فما هي الخصلتان للمتخين التي ذكرهم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية قال الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون أي تخشى الله بالغيب وتفكر أنك غدا ستلقى الله سبحانه وتعالى كما ذكر في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم تنتهي سلسلة هذه الآيات قال وهذا ذكر المبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون كتابنا ذكر المبارك في حمل الآن على يريدون سبحان الله أن يفسخوا ما من السلف من تفسير حتى يستنبط تفسيرا جديدا ليلائما سبحان الله هواه وهذا ذكر المبارك إخواني ذكر المبارك لقد قرأناه وتلوناه وتدبرناه في رمضان فلا تنسوه بعد رمضان ونحن نستقبل أياما عظيمة ألا وهي أيام العشر من ذي الحجة فارجعوا إلى ذكر ربكم ليعينكم الله على إيقامة الميزان في أنفسكم فنسأل الله سبحانه وتعالى الثبات والقرار ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يطمئن قلوبنا بذكر الله اللهم اجعلنا من الذاكرين كثيرا والذاكرات اللهم مكن الإيمان في قلوبنا وأقم الميزان في أنفسنا واجعل أرواحنا مطمئنة رائحة ومسافرة إليك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة يرحمكم الله